الله سبحانه وتعالى تحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن قل لأني جتمعت الإنس والجن وعلى أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله طيب بمثل هذا القرآن من أي ناحية؟ هل من ناحية البلاغة؟ من ناحية أعداد الكلمات والحروف؟ من ناحية الحقائق العلمية التي فيه يشمل كل شيء؟ ما الذي يجعلني أقول لك وأنا متأكد أنه يشمل كل شيء؟ الله تعالى يقول في آية ثانية ونزلنا عليك الكتابة تبياناً لكل شيء وكل شيء هنا تشمل العلم والحقائق العلمية وعلم النفس وعلم الطب والحشرات والجبال والبحار وكل شيء لذلك هذا الإعجاز يثبت الإيمان يعني أنا عندما الله تبارك وتعالى يحدثني عن كائن حي الطيور البعوض النمل طيب إذا لم أدرس هذه الحقائق العلمية كيف سأفهم الآية الكريمة؟ فعندما أفهم هذه الآية أدرك أن الإعجاز جاء بصياغة الآية أن القرآن استخدم أقل عدد من الكلمات ليعطيني أكبر كمية من المعلومات والجديدة التي لم تكن معلومة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو الإعجاز العلمي لماذا؟ لأنك اليوم أنت تعجز أن تتنبأ بعد ألف سنة إلى أين سيصل العلم ولكن القرآن تنبأ وأخبرنا بأشياء نكتشفها نحن اليوم موجودة في القرآن قبل ألف سنة لم يكن عهد النبي عليه الصلاة والسلام 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 ولم يكن أحد طبعا لم يكن أحد يعلم بها خلينا أخذ من كلامتك أنت قلت البعوضة تمام ذكرت البعوضة والبعوضة معنا هنا أنا لدي مقطع فيديو أنت محتاشر أحب أن نرى دقة الله سبحانه وتعالى تكلم عن البعوضة أنه لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة فما فوقه هل النبي عليه الصلاة والسلام النبي فهم طبعا من ندن الحكام الخبيل عصر الصحابة فهم البعوضة التي تكلمني عنها الآن في القرن الـ 21 هم آمنوا بآيات الله أيها وأيقنوا أن البعوض لابد أن يكون من صنع الله والله تعالى يقول صنع الله الذي أتقن كل شيء لابد أن يكون فيها أسرار ولكن هذه الأسرار تحتاج إلى مجهر إلكتروني أيها إلى علماء إلى باحثين إلى تقدم علمي لم يتمتع به العالم هذا التقدم إلا اليوم جميل فكشف لنا أسرار هذه البعوضة التي لا يمكن للعين أن تراها ولكن الله الذي أنزل القرآن يعلم يعلم ما خلق سبحانه وأعلم بما ينزل سبحانه لما عدت البعوضة تحت المجهر ظهر لك وإيه طيب هذه بعوضة أنا دعني أتحدث فقط أحب المشاهدين يشاهد هذا البعوض الذي نظنه كائنات بهيمية لا تعقل انظر هنا تضع السكاكين هذا الخرطوم هذا هو إذا كنت تلاحظ معي هذا هو الخرطوم تمام تغرسه في الجلد جلد الإنسان جلد الإنسان هذه السكين عندما تنغرز الإنسان يشعر بها بشكل طبيعي بلا ساكل وبالتالي سيزيل هذا الذباب أو هذه البعوضة وبالتالي البعوضة ستموت ما هو الحل؟ الله هيئ لها مشرط جراحي يقول عنها العلماء إنها جراح ماهر إنها جراح ماهر جدا كم مشرط يا دفا ستة ست سكاكين الله أكبر انظر كيف تفعل الآن سنرى بالمجهة الإلكتروني في داخل هذه السكاكين ماذا يوجد هي كده على جلد مش كده؟ على جلد أجل إنسان هذا تمام وهي أنا أحاول أن أوقف الفيديو ثم أشغل لكي يعني أكون معك تماما نعم طبعا الأنثى هي التي تلدغ على فكرة ليس الذكر طب الحمد لله الزكور البعوض كويسي دايما المشاكل تأتي من الأنثى وتمص الدم لصنع البيض الهدف أن تصنع البيض وتتكاثر بشكل كبير هي مش بتتكاثر مع الذكر كما تكاثر الإنسان الحيانية؟ نعم نعم تكاثر عادي ولكن هذه البيض تتشكل في بطن الأنثى ثم تلقيها في بيئة معينة الماء مثلا وتتكاثر إنما الإعجاز أين في الآلية التي تستخدمها البعوضة لمص الدم؟ خلينا سألتك بداية الماضرة لماذا تقف البعوضة على جلد الإنسان وتمص دمه؟ لماذا؟ هي تتغذى على دم الكائنات الحية بشكلها كلها ولديها قدرة على تذوق الدم وتحليله ثم تختار هل يناسبها أم لا يناسبها معقول لذلك تجد في غرفة إذا كان هناك عائلة من 7-8 أشخاص البعوضة تلدغ 2 أو 3 وتجد شخص لا يتأثر دمه غير مفضل بالنسبة للبعوض والذي يتأثر هو الدم مفضل؟ مفضل وهي تعرف إزاي؟ هناك نسب كيميائية نسبة الحديد نسبة الهيموغليمين في الدم نسبة كذا تحللها وتأخذ الأفضل ما يناسب تكاثرها وبيضها عندها مجسات وألاط شرط وتحليل بالضبط يعني أنظر هنا هنا هذه البعوضة طبعا هذه الأنثى وهذا الذكر الذكر على اليمين الأنثى على الشمال الأنثى طبعا أكثر تعقيدا أنظر أنظر إلى هذه الدقة هذا طبعا تكبير لي المنشار هذه السكين من السكاكين الستة أنظر هنا ما الذي يحدث تغرز وهناك أيضا مادة مخدرة اثنان مهمتهما تخدير الموضع لكي لا تشعر أنظر هنا هنا كيف ينغرز هذه السكين هنا الله أكبر في الوعاء الدموي وتبدأ بشفط الدم أنظر كيف تشفط الدم الله أكبر سبحان الله لا إله إلا الله أنظر هنا هذا هو الدم كيف يتدفق هنا الدم أنظر سأعيد فقط هذه لقطة مهمة أتمنى المشاهد الكريم أن يركز عليها أنظر كيف تحفر وتثقب الأوعية الدموية الدقيقة ثم تبدأ بشفط الدم من هنا حتى تمتلئ في داخلها يوجد جهاز لفصل الماء عن الدم أنظر أنظر هنا تفصل قطرات الماء لكي تخفف الحمولة أنظر الآن بدأت تفصل قطرات الماء الموجودة في الدم قطرات الماء آه لتخفف الحمولة لتستطيع الطيران لأن الدم فيه نسبة ماء عالية عايزة دم صافي آه تأخذ الدم الصافي المادة المغذية لكي تستطيع الطيران سبحان الله فتفصل هناك الجهاز لفصل الدم بعد ما تشفوه بتودي فيهم بعد ده مخزن داخلها مخزن في داخلها فتبدأ بالتصنيع البيض مصنع سبحان الله هذا موضوع آخر طويل يعني عجيب عجيب سبحان المبدع يعني الله أكبر طيب يعني هناك إبرة من ضمن هذه الأبر يبقى كده عندها منشارين وابرتين منشارين مهمتهم فتح الجلد نعم وابرتين مهمتهم توسيع مكان الشخطة اللي هتدخل أو المصة مش كده بعد كده تدخل كده أربعة فاضل اثنين وإثنان مهمته هما التخدير لكي لا تشعر أنت متى تشعر بالعوضة بعد أن لا طيبة البعوضة بعد أن تغادر بعد أن تغادر تشعر بها يعني عندها بنج وكان مثل البنج يعني عملية جراحية كاملة حتى علماء الغرب يقولون هي جراح ماهر ولكن لا تحتاج إلى مخدر وغرفة عمليات كل شيء في هذه السكاكية وهي نفسها البعوضة دكتور من خلال متابعة حداك لها فهي مادة مخدرة هي تصنع مواد مخدرة تحقن بها مكان اللدغة فتجعلك لا تشعر بها إلا بعد أن تغادر وتحقن أيضا بعض الطفايليات التي تحملها لذلك تعتبر القاتل الأول في العالم هناك تفيل خطير اسمه الملاريا الملاريا هذا يقتل مئات الآلاف كل سنة فهي القاتل رقم واحد على مستوى العالم هذه البعوضة الأنثى التي تفعل هذا الذكر مهمة هو التلقيح فقط الأنثى هي التي تسبب الكوارث هي القاتلة هي القاتلة والإعجاز يتجلى في البعوضة أنا أعتقد أن الأنثى جاب العنف منين لذلك نحن إذا رجعنا إلى القرآن ذكر البعوضة ماذا الأنثى لأنه يعلم أن التعقيد كله في الأنثى والله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه